بسم الله الرحمن الرحيم طلاب نكمل وياكم وصلنا اكزامبل رقم تسعة ترحنا رقم سابعة شوش راحنا سابقا قلنا طلاب عندنا طريقة تدار اكزام مثوديا طريقة نستخدمه لتحليل السقوف المقصود بتحليل السقوف ايجاد العزوم لان اول خطوة لازم نوجد الامنوت اللي هو الستاتيك مومنت من نوجده ونوجده من هذا القانون المال اللي هو الحمل مضلوب في البعد الصافي تربيع في عرض الشريحة على ثمانية هذا الاول خطوة نسوي الخطوة الثانية قلنا عدي توزيع توزيع اسمه يكون على طول الشريحة وقلنا توزيع اسمه توزيع العرض اسمه واذكركم بالتوزيع اللوكتودنال قلنا عدي بانالات بانالات اما بانال داخلية اما شنو اما بانال خارجية نذكركم قلنا البانال البانال الداخلية اللي هي ذنه هاي البانال الداخلية هذا العزم السالب مطلوب وهذا الموجب وهذا السالب بانا كل البانال بيه 3 عزو بانا سالبة واحدة موجبة هذي نصيح لها بالمنتصاف قرى الداخلية قلنا دائما العزم الموجب قيمته 0.35 في الامنوات اول خطوة جدا الامنوات الغرفي 35 ازيان العزم السالب 0.65 في الامنوات هنخلصنا من السالب والموجب اللي بقيت على الاطراف قلنا نستخدم بيها الجدول هذا الجدول تياغل هذا حسب نوعه تستقف مالتي بـ Edge Beam بـ Brick Wall بحاط مال خرسانة الاخري وراه منيجي على التوزيع العرضي التوزيع العرضي قلنا يعني التوزيع العرضي يريد العزم يعني كل واحدة من ذنين لازم اوزحها الى Column Strip والى Middle Strip قلنا وعدي ثلاث تيابلات تخص Column Strip ينسالبه واحد موجب فعنادي شو محاضرة سوف ناخذ مثال مهم ونطبق به هاي الفكرة طبعاً Example 8 هذا عليكم ما بيشي هذا على المحاضرات الاولى اللي هو ما بي لا يجبيم ولا كل شي هذا ثلاث بيشي يجي على السؤال اللي شوية نقول أصعب بس هو مصعب إن شاء الله هو Example 10 Example 10 يقول هذا يقول عندك شريحة هو قال عندك شريحة بالسؤال هذه الشريحة بالتجاه الواي اللي هي الشريحة المرسومة عليكم وقال لك سقف مالتك هذا بيه HB يعني من يقول لك HB يعني تعرف شكل HB حرف على شكل L يعني شنو يعني يعني عندك بيتا بالسؤال من يقول لك HB أوكي زين وقال لك استغلبة طريقة الدار زين بك أول مطلب يريد التوزيع بولي أوكي będą مطلب شريحة إذا التوزيع العرضي ومقصوب العرضي يعني كولومسترب والمدسترب المن من للفانل الداخلية مطلب الثالث اللي هي هاي bug داخل يعني bug داخل مطلب الثالث هنريد الكولومسترب والمدسترب بس المن للفانل الخارجي بس ما عولي خلت تقرأ طبيعة السؤال هو قد يوضح و قد ما يوضح شي يقول لك بس رفزيوان يقول لك أريد Off-moment Art-interior-penal وخال لك بيقوسيا شارح له قل لك أنا أريد الكولوم والمثل سترد العزوم الموجبة والسالبة ترى كلمة طلاب ترى كلمة lateral distribution هذي ترجمتها اللي هي هاي بيذن الأقواس اللي هي الكولوم والمثل سترد بالعزوم السالبة بس هو قد ما يكون ما يكون مجمور يكتب لك لدي بيذن الأقواس قد يقول لك بس أريد lateral distribution of moment Art-interior-penal ويسكت يعني يعني يريد العزوم السالبة والموجبة بالكولوم سترد وبالمثل سترد هذا يقصد بيه لن يجي أول فقرة أول فقرة نحسب الأمنوت نحسب الأمنوت ما بيشي عرض الشريعة عندك هذا يعني عرض الشريعة خمسة بخمسة من ناحية عندك خمسة متر اللي إن البعد الصافي هذا ستة ألاف ستة ألاف أطرح منه عرض الكولوم عرض الكولوم جيد خمسمية ناقصا خمسمية حولي إلى متر هاي يطلع لك خمسة ومص متر إنه لازم هذا يقارن وياما لازم يكون هذا يقارن وياما خمسة وستين في الـ L1 أنا حاسبه ناقصة خمسة في الـ L1 وهذا الـ L1 يطلع لك هذا الأكبر L1 وهنا طلع لك الـ L2 تيجي تعاوضه تعاوضه مباشر يطلع لك الأمنوت هطلع لك بنوع الأمنوت زي تشعر لديك زوم عندك هنا سالب هنا موجب هنا سالب هنا سالب هنا موجب هنا سالب وهي الشريعة نفس الفوق هذا سالب وهذا موجب وهذا سالب قلنا هذا العزم الموجب قيمته 0.35 في الأمنوت ما لا علاقة نوعية السقف تان صليد تان فلا تبليل تان فلا تسلاب البنال الداخلي ما لا علاقة 0.35 في الأمنوت البنال للعزم السالب هذا 0.65 في الأمنوت ها خلاصها من البنال الداخلي زي البنال الخارجية تروح للـ Table Multi Table Multi شو راح تختار راح تختار أكيد with HB العزم السالب الداخلي 0.7 0.7 العزم الموجب 0.5 الفاكتر المات العزم السالب الخارجي 0.3 0.7 تظرفه في الأمنوت يطلع لك هذا التوزيع اللوكتودنال زي الآن نحن خلاصها بالتوزيع اللوكتودنال إن شاء الله هذا ما بينش إذا عادكم يكتبوني شي على التوزيع اللوكتودنال نجي على التوزيع اللاترال هذا que lleva المطلب الثاني هو يخص البنال الداخلي البنال الداخلي بهذا العزم وهذا العزم هذا نفس ienna فهذا الموجب وهذا السالب يريد اللوكتودنال المدلسترب مالت اوكي زين شا السبب وانسا جاء عليه عزم جاء العزم الموجب هذا يعني خنقول هذا المية وخمسة هو مقدارة point مالية 7-5 وشي انقسم في اللاب انقسم الى عزم والومسترب وينقسم الى عزم شنو مدلسترب زين انا قدنا هذا معلوم هذا العزم معلوم زين يبقى قلسة لازم استخرج دالي قلنا دائما نستخرج قلنا نستخرج راح نستخدم وبيني نعلن انطرح البلكل نستخرج منه منه الميدلسترب زين القولومسترب كيف نستخرجه راح نجيب القولومسترب ونجيب في الفكتر هذه الفكتر هذا الفكتر ينضرب مشنو ينضرب بهذا العزم اللي هذا العزم هو مالت Ok اللي هو 105 0.8 0.75 فكتور مين تجيبه قلنا عدي ثلاث فكترات عدي فكترات للعزم الموجب عدي فكتر العزم السالب الداخلي وفكتر العزم السالب الخارجي بموقان جاي تعاملوه عزم موجب اللي هو مقداره 150 راح نروح على التابل هذا انا هنا بادي بالنقاتي اوكي اروح على مالبوزيتف وانا مالبوزيتف وعدي هذا مالبوزيتف هذا التابل مالبوزيتف شون يعرف تزيل هذا مالبوزيتف نقرأ عنوان التابل طلاب شو يقول لك هنا portion of positive العزم الموجب 105 ايه صاح 105 هذا positive moment in column strip هو الكل يعني هو خنقول بلبلبها إليك إن شاء الله ما قائل لك العزم وساكت ما قائل لك العزم وساكت بالmiddle strip قائل لك العزم حصة portion يعني حصة حصة العزم الموجودة في العزم الموجب الموجودة وين في column strip جب قلنا هات كامل اللي عندنا قلنا شنو بيه متغيرات قلنا بيه متغير alpha متغير اسم alpha في alpha على ال 1 ومتغير اسم alpha على ال 1 قلنا بما إنه أنا ما عندي ما عندي بيم بالتجاه الشريحة ما عندي بيم يبدي من أنا للنهاية يروح ما عندي بيم يعني alpha مقدارها صفر بعد رأي سألني السادة شوك تصير عندي alpha مقدارها لا يساوي صفر من نروح لموضوع الصندس لاب اللي هو هذا هذا من ناخذ شريحة طلاب هذا عندي بيم بالتجاه الشريحة يعني alpha لا تساوي صفر يعني هنا الفالة قيمة مروح للتياب وشوفوا ما اختارينا صفر هنا اختارينا مقدارها هذا المقدار اللي هو تكون واحدة أو أكبر من واحد وهكذا كل جميع الأسئلة مالتي بالصلد السلاب الوماعية تختلف بالفلات والفلات السلاب السلاب الالفة شبيه تكون مقدار هيساوي صفر زيان alpha صفر هذا صفر قلنا سجلنا ملاحظة يجب شراحة قلنا إذا مقدار لألفة صفر هذا الحد هذا كل هذا يساوي صفر الألفة صفر عندك والصفر ينضرب مقدار في الصفر قلنا نسبة الالفة الواحد رح تبقى ثارت ما تتغير الفكتر مالتها إذا كانت 0.5 يكون الفكتر مالتها 0.65 إذا كانت 1 يكون الفكتر مالتها 0.65 إذا كانت 2 الفكتر مالتها 0.65 إذا كانت بين الثنين وبين الواحد ونقوم مثلا 1.5 أمين 0.65 إذا كانت بين الواحد وبين 0.5 نقوم مثلا 0.75 نفس الشي 0.6 ما تتغير طبق 0.6 ما تقول ألفة تساوي صفر الفكتر مع العزم الموجب مالتك المقدار 0.6 إذا هذا الفكتر السابق و 0.6 طل عليك 0.6 نضرب هذا العزم يطلع لك column strip إذا نعلم column strip شو رح طلع من 105 يطلع من 105 شوف وها هذا 0.6 اللي هو الفكتر مغرب بالعزم طلع لك هذا العزم من column strip تطرح العزم هذا من عزم column strip يطلع لك من طلع لك عزم middle strip أوكي هذا نخص العزم الموجب لو جئت على العزم السالب اللي هو هذا هذا هيدا قسم إلى column strip و ل المنص نفس الفكرة بس هالمرة رح رح على table يخص العزم السالب بس يا سالب قلاب عدي فنين سوالب قلي عدي سالب داخلي وسالب خارجي قل قل قلاب رح سالب على table table ما العزم السالب الداخلي لو table ما العزم السالب الخارجي بالله كتقول يا واحد افتح لي مريك table § ما العزم السالب الخارجي او قلاب بس ركز يا قلت الخارجي زين هذا 106 106 هاي هاي تحتبر عزم خارجي لو داخلي طبعا ايش نتاقى شو يقوم هاي ميو ستة هند اللي تكتبتيلي هاي اش تحتبر الميو ستة تحتبر عزم داخلي لو خارجي وجاسم اترم قتلي قتلي خارجي هاي ميو ستة تحتبر عزم سالم داخلي لو خارجي ايش نقول داخلي باعوا يا رب اللاب اذن العزوم اللي عندك ايش نقول داخلي موجب بده احكي على الموجب بده احكي على الاند على هذا السالب على هذا طبعوا علي هاي التوزيع الشريحة مات اذن العزوم هاده اللي هنده اذنه اذن التلاط هذا يبجي مننا هذا السالب وهذا الموجب وهذا السالب وهذا السالب وهذا الموجب وهذا السالب ذن جاي بجموحة ستة نجي هنا هاي ذنها بستة هذا مننا مستمر هاي مستمر شنو يعني مستمر مننا يعني اكون هنا بعد عزم هاي تيجاي وهي تيجاي بالضبط نفس نفس هذا اللي عاجت اليسا هذا سالب هذا موجب هذا سالب هذا سالب هذا موجب هذا سالب هذا سالب وهذا موجب وهذا سالب هل نخلق أرسمه بالله النسود اوكي والله بالعزم الموجب هو اسمه عزم موجب سواء هذا أو هذا أو هذا هذا شيء اسمه positive مومد شكتت هذا العزم اللي بلله اللي أزرق هذا البرة هذا البرة اللي هنا أخو اللي هو مقدار تسعين قوية خمسة وسبعين هذا وهذا اسمه عزم negative بس شنو اسمه كستيريا خارج ليش خارجيا من نبعد ماوكي شي من هذا يعني ما عدك شي ما عدك بناء بينما اللي باللون بعد يالي رح أرسمه باللون الرصاص اللي هو هذا رح أطره وهذا وهذا وأخوه هم اللي هنا هذن يا أربع جون هذن اللي باللون الرصاص اسمه interior negative moment خلاب واضحة لو لا خلاب واضحة لو لا العزوم السالب الموجة بس اسمه موجة ما بيداخلي وخارجي بس السالب لا عندك داخلي وعندك خارجي غسق أوكي غسق أي عرفة ما قلت لداخلي عرفة عندو جاسب أوكي زين الآن جايت عمل العزم 106 جايت عمل 106 196 جايت عمل وهذا العزم مش موجة هذا داخلي فرح أروح التياب المال الداخلي اللي هو هذا هذا التياب المال اسمه interior negative إن الفة صفر الفكتر هطلالك 75 فضربة 75 في مقدار العزم 196 نطلع لك column strip تطرح من الكل يطلع لك شنو mid strip فنصدر من المطلب الثاني المطلب الثالث شيريد يريد التوزيع العرضي من panel الخارجية وين الpanel الخارجية طلاب هاي الpanel الخارجية يريد لهذا العزم column strip والmid strip كل هذا column strip والmid strip ويريد لهذا column strip والmid strip زي ركزوا يا والله هذا العزم الموجب التاب المالت نفس هذا العزم الموجب ما راح شرحها عليكم هذا العزم السالب نفس فكرة هذا من العزوم السالب يعني نخوات يبقى مش قلتي مو مش قلتي هذا العزم السالب الخارج هذا الخارج يعني ترى هاي الفكترات نفسها العزم الموجب راح يصبح 0.6 العزم السالب راح يصبح 0.7 نفس المطلب الراح شوفوه هذا body هذا 0.65 ما العزم السالب 0.7 ما العزم السالب ما العزم الـ positive point 0.6 خلاص نفس المطلب يبقى لي هذا العزم هذا العزم شوفوه تفرقون بالتابل مع العزم السالب الخارجي هذا الـ الـ ما العزم السالب الخارجي ما عده هذا هذا طلاب الطلاب التابل بيشي جديد اسمه بيته هاي البيت البيت بيتتي موجودة بس بالتابل ما العزم السالب الخارجي موجودة بس بس هنا موجودة اوكي زيان راح نجي بما انه عدي طلاب عدي شنو عدي ايج بالسؤال هي بيت اشتساو بيت الطلاب هاي قانون طبع الفا قلنا صفر لما عدي بيت اتجاه شلع بيت هذا قانون يساوي C على نعم في المومت أوف ادر شمال السلاب زي قلنا C شنو C هو ماتك الـ هايج بيم هذا هايج بيم اتقسم الى مستطيلات قلنا بي احتمال يما يتقسم يما نقدر نقسم بهال شكل الى هاي الحالة يما نقدر نقسم الى هاي الحالة حال تيا كل واحدة رح تطيني السياة تطيني السياة واحد ورح تطيني السياة سياة قلنا من السياة تختار لك قلنا في اغلب الاحيان هذا الشكل هذا الشكل يطين السياة كبير C شنو قلنا قلنا دائما دائما لن المستطيلات سرمي بعد صغير X والبعد الطويل لنه مستطيل برامز Y هذا X هذا Y هذا X و Y أوكي لما تجي تطبق C هنا يجي لأحسب C لأحسب C من يقول X Y هنا تأخذ تشوف هذا 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 الجزء على هذا الجزء أنا عندك هنا 180 ها اسم كس قف عندك هذا المتبقي صار 320 من نانة وهذا الجزء الثاني من نانة هي هو هذا يعني مجموع مستطيلات اثنين هذا الجمع هو مال فيها مستطيلات دائما كل X والبعد الصغير كل والبعد الكبير وطلع لك C واحد ها طلعت لك C C C C C C C C رغم 1 تجيب بعد عندك مستطيلين نفس الشي هذا مستطيلين شوف هذا الأول وهذا الثاني 250 هذا مال شو عرفت هذا البعد الصغير 250 X شوف 250 250 هنا X و Y 320 320 حيث هذا المربع X 180 وهي 570 570 أوكي طلعت لك C الثاني من هو أكبر من ذنين السيات طلعت لك هاي C C أكبر C رقم 1 نعلم C لازم نحسب moment of inertia بعد ونضربه في 2 ونقسم C على moment of inertia في 2 نحسب البيت كذلك moment of inertia فأكيد هاي H اسلاب أوكي سمك السلاب 180 شو عرفته 180 طبعاً أكيد عن طريق السؤال لا قال لك بالسؤال اسلاب ثقنس مقدارة 180 center 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 ملع منه أو عرض الشريحة هو 5000 أجيت عوضة 5000 على 12 طلعك الموت وفيدر شيء أرجع عوضة بقانون البيتة هذه قانون لا تنسى الثنياً قلع لك البيتة تجي طلعت لك point 4495 قلنا طلاب شرحتكم ذات شيء محاضرة طريقة ثم نحسب الفكتر مع العزم السالب الخارجي وقلناك طريقة اسمها interpolation ها علمت الطريقتين هذه بس راح أعيد الطريقة ذات شيء شرحت ذات شيء محاضرة شو ذات شيء محاضرة شرحت طريقين إن أنا عندي هاي المعادلة تقدر تستخدمها راح تعرفون المعادلة بالنسبة لكم أسهل هاي المعادلة لما بما أنه ألفة يساوي صفر ليش لا ما عديمين باتجاه الشريح فهذا الحد اللي ينضرب ألفة في الصفر هذا كله يروح هذا كله راح المعادلة يضلت للمعادلة هذا الكوفوشينت اللي هو يكون نسبة مئوية مع العزم السالب الخارجي مية ناقص عشرة بيتاتي هذا التنصر بيتاتي وأنا جطلعت هذا أوكي فمية ناقص نستخدم الكالكوليتر وعندنا ساينتفك الكالكوليتر ما أعرف عنها شو بالكالكوليتر عندنا هنا هاي ساينتفك الكالكوليتر ساينتفك الكالكوليتر ما أعرف عنها على العموم نرجع نستخدم الكالكوليتر العادية مية ناقص عشرة في بيتاتي جد بيتاتي بوينت أربعة أربعة تسعة خمسة يساوي هنا أطلع عليه شو هذا الحاسبة بوينت تسعة أين هاي الحاسبة مو ساينتفك هاي غلط هاي هاي المثالة بحاسبة ساينتفك أوكي يطلع لك هذا الفكتور خمسة وتسعين خمسة وتسعين بوينت خمسة صفر خمسة بالمية طلاب هذا الناتج ناقص العشرة في البيتة اللي هي بوينت أربعة تسعة خمسة ها يطلع لك 9 05 05 بالمية شو بالمية بس على مية يعني point 9 5 05 ها طلعك الفكتر تضربه في مقدار العزم السالب اللي هو هذا 90 طلع لك العزم الكولوم سترب تطرح من الكلية طلع لك الميدل سترب ها الطريقة الاولى اللي هاني استخدمه الطريقة الثانية شوفوها طلع باعوا لي هناني ركزوا على عشرة طلع قيمة قيمة الماتك الفكتر يسابي الصفر اللي هو هنا البيت جي طلعت لك طلعت لك بين الصفر وبين 2.5 جي طلعت لك هاي طلعت لك يا point 4 4 9 5 اللي هي هنا أنا ورح ما هنا يعني عده قيمة اسمه صفر عده قيمة اسمه 2.5 والبيت امالتك طلعت لك هنا مقدارة point 4 4 9 5 جي شو سويت تأخذني الفكترات هاي انت ضمن هذا الحد واقع عندك هذا الخط الفاصل بينه وعندك انت ماتك البيتة هنا بالنص لو بالنص هي بالضبط يعني صارق قريب الصفر الفكتر من اذا البيتة صفر جيد مقدار الفكتر هو واحد ما العلاقة بالنسبة من الفي على الواحد فهذا المقدار جيد مقدارة واحد واحد سيد بالاثنين ونص اش قيد مقدار هاي point 75 point 75 نفس موضوع interpolation ما اللي عدي بالشابتر الاول اجرى خاطب ميناته انا المطلوب مني شنو مطلوب مني مطلوب مني هذا الارتفاع هذا لازم اوجده اسمه x واضيفة للpoint 75 رايطلع لهذا الارتفاع الكلي اللي هو يبدي مننا هنا اللي هنا شي يدول هذا اللي يبدي لونه زرق يدول الفكتر الفكتر مالتي عندما بيتها تساوي point 4495 شوفين هم سوياني عندما بيتها تساوي صفر فكتر واحد عندما بيتها تساوي ثانو نص الفكتر point 75 والتماطق القيمة هاي point 4495 هذا الارتفاع اكس سمجهول شون وجد اكس راح ستشابو ثلاثان بين بهلي هذا الارتفاع الكلي ايدي هذا الارتفاع خغير الارتفاع هذا هذا هو واحد ناقص point 75 ليش هذا القيمة منها نحن عندك جيدة مقدارة خمس وسبعين والواحد هو من البداية اللي يجوه انا اريد بس اللي يبدي لونه لازرق اللي يبدي لونه لازرق هو واحد ناقص point 75 علىك هذا الارتفاع على هذا القاعدة اللي هي منها نحن من هنا القاعدة ايش تساوي لك 200 ونص ناقص صفر اوكي 200 ونص ناقص صفر طلعت لك طلعت لك هذا المثلف اللي هو واحد على القاعدة ما انتليه 200 ونص المثلف الاول المثلف الثاني اللي هو هذا اللي يسارب داخله يجوه ارتفاعه X اللي هو هذا X على المسافة منها لهنا شه يساوي لك ينو نص لاقص point 4495 شوف ينو نص لاقص point 4495 طلعت لقيمة X قلعت لقيمة X اللي هي هذه أنا هي ارتفاعي لكل طلاب ركزوا بها شو ارتفاعي لكل انا هاي X العلمت انا ما ريد X اريد انا من بدايت اللي جوه هذا ارتفاعي لكل اللي هو سميه الفكتر هذا الفكتر فالفكتر مو أنت شي يساوي لا يساوي لقيمة X زايدا هذا الجزء اللي هو نفس هذا يوجد المقدارة point 75 علمت قيمة X زايدا point 75 طلع لهذا الفكتر مع العزم السالب الخارجي قد المقدارة point 95 و505 زايدا وجه طلعت بالمعادلة نفس الغيمة طلعت بالمعادلة شوفوها هذا وبين هذا ونفسه يا لسه طلاب كتبوا لي يا لسه المعادلة اللي هي 100 لغس 10 بيت تي لو ال interpolation اكد رح تقولولي السادة المعادلة السهل معادلة طبعا معادلة هي اسهل اوكي فاني نسك علمتكم الطريقتين كنت تستغرمها لا تستغرمها اكو حالات جوزة معادلة صعبة بها بس ان شاء الله عود بالمثلة الجاية بس نوضحها الفكرة ساعدكم ساعدكم السفصار على الجزء الاول من حضر طلاب حد الان شو التوزيع الطولي شو التوزيع العرضي شنو column distribution من distribution العزوم السالبة الداخلية العزوم السالبة الخارجية شو العزم الموجب ال HB مشو قسمنا الى مستطيلات حسبنا ال S كتبوه طلاب بذا ما عدكم الشي يعلم وناخذ break ان شاء الله ونكمل مياكم نبقى ما تبقى من مثلة وسيط ونحكي لكم على الامتحان اوكي طلاب انذا ماضح راح انه محاضرتي ان شاء الله بس شو اللي بقى لنا عندنا راح ادخل وراها بالإقزامبل عندش كم إقزامبل تسعة راح اشرح بسورة سريعة وعدي ذن امتلة بها فد افكار معين لذا كان شكل كولوم كان شكل مو مربع ومسطيل شكل دائري او الاخير راح اوضحها لناخذ برايك وراح اني محاضرتي والسلام عليكم ورحم